دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم كتاب الأمير هاري هو الأكثر مبيعاً الآن في المملكة المتحدة البريطانية بعد هذه الفضائح التي كشفها هاري يمكن هاري تحدث عن أنه كان هناك مشاجرة قوية بينه وبين ويليام وأنه تعرض للضرب من ولي العهد الأمير ويليام بسبب ميجان زوجته قبل أن يقوم بالإعلان عن أنه سوف يتزوج منها لأنه كان هناك رفض قوي من قبل الأسرة والعائلة في بريطانيا وتحدث عن أنه تعرض للضرب وأنه كانت هناك مشاجرة حامية وصف أيضاً زوجة أبيه الملك شارلس الثالث بأنها شريرة وأنها شيطانة هكذا وصفها يعني فضائح كبيرة تتواجد في هذا الكتاب وتحدث عن أنه كان لا يتمنى مطلقاً أن يتزوج أبوه شارلس بهذه السيدة بل أنه توسل إليه هو وويليام بقى لا يتم هذا الزواج لذلك تحدث عن انكساره وعن لحظات حزن كبيرة ألمت به جراء زواج شارلس بكاميليا يتحدث أيضاً ويشير إلى أن زوجته ميجان تتعرض لمعاملة غير محترمة داخل الأسرة وداخل العائلة وأن الكل كان يتعامل معها بشكل غير لائق بل أنه حتى في جنازة إليزابيس طلب منه عدم وجود ميجان زوجته معه وتحدث عن أنه خروجه من العائلة وزهابه للولايات المتحدة الأمريكية كان قرار نابع منه هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا